مساء الخير أهلاً 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 واجيزي أهلاً فضل فضل أهلا goals أهلا وسهلا طب تفضلوا تفضلوا يا جميع تفضلوا يا أولادي الأحباء تفضلي يا زوجة الحبيبة ويمن شكرا شكرا على هذه الكهوة اللذيبة يا أهلا وسهلا شرفون أحبابنا والآن حان دور الشعب هجال أين الأولاد؟ كين ورانا؟ صبايا صبايا بالطباء tip Candy يومي صغيرة نايا كريم كريم لماذا هون صحيح رحح أرف 그렇كم على الأولاد أنا زمن أنا دهر وبعد عند بنت بس عندها عيد ميلاد رفقتها الليلة سمالة سمالة بيشبهوك كتير لا لا ما بيسوها الولاد يسمعوا هالحكي يا كريم لا هيدا خطأ شائع بيقوموا في الأهل هو إنهم يحكوا هيك عن الولاد أو يشابهون بحدة من العيلة وخصوصة خصوصة على ما سمع من الولاد على ما سمع ولكن لماذا هذا؟ هيدا لأنه هيدا الشي بيعمل صدمة للولد وبيخليك كل الوقت يشوف صورة أمه أو بيه فيه بيبطل بيبطل يحس حاله حاله بيشير يحس حاله الاخر الاخر ميشال شو هادا عطفهم عليك؟ شو عم تحديه وجهه؟ لا يفشل أتنا فهم شو هيه؟ ملقية تابر بيني بيشارفك عدك صاير يا نهلة خلي الولاد يروح يلعبه مع أولاده لك يا ريه لا لا يا بيش شو هالخطأ شو هالخطأ اللي ارتكبته هلأ يا جميل؟ ما سمعته شو هالك؟ شو هالك يا جميل؟ خليهم للولاد يروحوا يلعبوا مع أولاد كريم لاش عطلهم عليك؟ لا ولا هكلم من عيل يا جميل؟ دق ولو أين الأب هون؟ وين دوره هو كأب؟ ولو وين وجوده بالبيت؟ وينو؟ هالشي بأثر على نفسية الطفل وبيعمل له انزواء وتقوقع انزواء وتقوقع انزواء وتقوقع لك يسلم تمك يا ستناهلة يسلم تم انزواء وتقوقع لك يا عمي معا حق تركوا الولاد عسل جيتو سعجيتو؟ 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 سعجيتو يا فردي ولو وحنا سماعه بفيلم تلكي بس انتو سمعين شو بتحكي حلو؟ سامعي يا دياش عم بتحكي حلو؟ شمعقول شو حلو؟ ايه كتير كتير حلو بس أنا طالع ودتو عندي كتير درس ايه دياش عادي وانا عادي كم شو هتر؟ انا طالعه لعب نومي يا نايا يا نايا رجعل معاتي يحياء سملا سملا ولاديك كتير مع الزبين طبعا هيدا لانو كلو من ورا التربية الصالحة اه 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 امو يا ولاد روح العظا ايه اه انا برالاحكي حكيها اشوف لك هااااااااااااااااااااااااه ست اه نحلة اه مادام كارين اه 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 تحاني مشكلة مع بنت نايا اه وحبي تستشيرك بها الموضوع اكيد تفضى لي كارين دكتورة نهلة ناية ما كان بهالشي فجأة صارت تتخاف من العتم وصارت تتخاف تنام بقودتها ومش عارفين شو بدنا نعمل بادئ اذي بدئ لازم تبحثوا عن السبب اللي وصاله للخوف وتستقص له من جذوره شبهت يا كريم بدنا نستقص له من جذوره يعني منا نشيله من جذوره لسبب بعدين من الضروري تروحوا تسهروا عنده بالقودة ودلكون حده لتخفى وبعدين ترجعوا بتناموا بقودتكن يا عم شوى يا شباب لك يا جميع رح تكسروا البيت لا ما تصرخ يا فادي هيك ما تصرخ على الولاد هالشي بأسر على شخصيته هالشي بأسر على شخصيته هالشي بأسر قديني اقرع وقال اغراض يا عم قديني الطابق قديني طابق سروق يا فادي سروق يا كريم رحكسروا البيت مش حسن ما تكسرنا شخصيتهم كريم مع أحق يا فادي نحنا هيك ربينا أولادنا ليش بعد في عندك شي صاق بالبيت ما تكسر يا خواجة جميل رأسا لكينا بنفعف من حديثك ست نهلة انه اول شي قضي بادئ زي بدئ لازم نعرف السبب اللي خلى ناية تخاف وبعدين نستعصله من جذوره اه جذوره نعم طيب دكتورة نهلة بديك عييتلي كنا تسليم لا يااااااااااااااااااااااا بس انت كمال عدا مع أعرفي ليشو السبب و اذا ما مش الحال برجع انا بيععد معا اوكي انا الليلة لك انا بقعد معا وبعرف شو السبب وبخبريك اه يا كاة جميل انكسروا الباب سكش رشوار هتكسروا الدنيا لا 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 يا فادي لكون للولد لكون احرار يا عمرو دي بس مهلا مبروك يا استيج جميل هلا انكسر راسا